ضموا معنا من لندن الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ يوسف عزيزي أهلا بك أستاذ يوسف وبداية حدثنا عن الوضع لحالات الناشطين والإعلاميين والمدونين في إيران بشكل عام أهلا بكم وتحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم غضية الصحافة وحكايتها يعني حكاية مؤلمة في إيران إيران التي تتمتع بتاريخ صحفي يعني نوعا ما يصل إلى نحو قرنين من الزمن لا تزال يعني تحتل المرتبة الأدنى في تصنيفات المنظمات العالمية في مجال حرية الصحافة بعد الثورة يعني كان هناك فوران في الواقع في الصحافة بعد صغوط الشاه في سنة 79 وسنة 80 نحو يعني خلال ثلاثة أشهر بعد صغوط الشاه نحو ثلاثمية صحيفة ظهرت بين مجلة وصحيفة ظهرت على الأكشاك ووصل حتى يعني عدد توزيع الصحف وصل إلى يعني قريب للمليون لكن هذا ما أخشاه أو أخاف المسيطرين على الثورة وقادة الثورة مثل آية الله خميني ومساعديه فأمروا أول يعني أول غمع للصحافة كان في 1979 بعدما يعني أوقفوا وسكروا أبواب نحو 22 صحيفة واستمر الأمر في سنة 80 حتى سيطروا على كل الصحف ومنها صحيفة كيهان والاطلاعات اللي كانت يعني صحيفتان بارزتان في عهد الشاه سيطروا عليها وصادروها نعم بعد يعني ثمانين وسنة 81 إلى سنة يعني ثمانة وثمانين يعني خلال فترة الحرب كانت فترة حالكة جدا في تاريخ الصحافة الإيرانية وأنتم ذكرتوا في تغريركم نوعا ما لكن في عهد خاتمي نوعا ما شهدنا نوع من الانفتاح في الصحافة وعدد الصحف والمجلات وحتى بين القوميات غير الفارسية أصبحت هناك صحف منها بين العرب لكن هذا أيضا لم يتحمله المتشددون وعلى رأسهم آية الله علي خامني وقاموا بنوع انقلاب ضد الصحافة الإيرانية في عام 2000 ويعني نوعا ما وبعد روحاني يا سيد يوسف بعد روحاني كيف هو الحال؟ بعد روحاني يعني في الواقع لم نشهد تطورا أو تغيرا في وضع الصحافة قياسا مع عهد أحمد نجاد عهد أحمد نجاد أيضا خلافا لخاتم اللي كان شعاره التنمية الثقافية والتنمية السياسية روحاني يعني أحمد نجاد لم يلتزم بهذا الشعار وأيضا قام بغمع الصحافة المستقلة والإصلاحية وروحاني أيضا بما أنه رغم يعني وعوده حول حرية الصحافة والصحفيين ورغم دور الصحفيين في إيصاله إلى سدة الرياسة لكنه لم يفي بوعوده ومستمر غمع الصحفيين والتحديد يعني والرقابة الصارمة على الصحفيين بما ذكرتم إيران أنا أصور هي بالمرتبة الثانية والأولى مع مع احتقال الخمسة اللي تم قبل شهر تقريبا هم عيسى سحرقيز ويعني مازا الدراني وهو مدير مسؤول مازا الدراني مدير مسؤول صحيفة فريق تقان وحسان صفرزائي مراسل حور عدد كبير جدا نعم يعني هذه الأسماء تؤكد أن النظام الإيراني وخصوص المتشددين على رأسهم خامني لا يريدون لإيران أن تشهد ازدهار صحفي أو تكون لها صحافة مستقلة وصحافة إسلاحية فهم يردون الصوت الواحد الذي يبجلهم ويتملغ لهم هذا ما يريده حامني واضح النقطة هذه سيد يوسف لو سمحت لي بين الفينة والأخرى نشاهد سيد يوسف اعتقال عديد من أخبار عن اعتقال عديد من الصحفيين والمدونين تحت أي مظلة غالبا يتم اعتقالهم قبل السلطات الإيرانية ذراع مختلفة يتم اعتقال الصحفيين في إيران بذراع مختلفة الذين في طهران أساسا وهي مركز الصحافة الإيرانية أهم ذريعة هي التجسس لصالح الأجانب وفي القوميات مناطق القوميات هي الانفصال أو المحاولة لجل الاستقلال وهكذا ذراع لكن المشكلة في إيران في النظام الاستبداد الإيراني أن الصحفيين هم يعني فريسة للصراع الدائر بين الأجنحة المتصارعة على السلطة فبما أنهم يعني في الخطوط الأمامية الإعلامية ويغطلون الأخبار والأحداث ويحللون ويكتبون فلهذا هم يصبحون فريسة سهلة للمتشددين في إيران والآن هناك مقولة جديدة يطرحها خامني وهي غضية النفوذ أو تغلغ الأعداء وهو يقصد بذلك الغربيين وخاصة الأمريكيين فبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى خامني وغادة الحرس الثوري متخوفون كثيرا من يعني أن يفتح المجال أكثر وتصبح هناك حرية أكثر للصحفيين الإيرانيين وتصبح ثقافة حقوق الإنسان هي ترويجها أكثر فأكثر بين الصحافة الإيرانية وهكذا يعني ممكن أن تكون هناك شفافية أكثر بسبب تحقيقات الصحفيين ويعني يلقى الضوء على الاختلاسات الملياردية التي تتم من قبل حاشية خامني والمرتبطين بشركات الحرس الثوري فهم يخافون من هذا الأمر فلهذا يتهمون الصحفيين ويتهمون للغربيين بأنهم يريدون أن يتغلغلون بين الصحافة الإيرانية إذن ما هي ربما في وجهة نظرك أهم العقوبات أو الأحكام التي تصدر في حق الإعلاميين والصحفيين في إيران هل تصل إلى الإعدام مثلا؟ يعني هي في الواقع نعم نعم تم إعدام بعض الصحفيين لكن بالمعظم هي يعني عقوبات تصل إلى عدة سنوات 15 سنة عشرة سنوات لكتابة مقال أو لشارح رأي وهكذا أمور يعني ليس جرما ولا قتلا ولا هاي لكن المختلسين واللصوص في إيران الذين يختلسون الملياردات هم يعني أما أحرار طلغة وأما في ظروف جيدة جدا في سجون شبيهة للسجون وفي الواقع فنادق لهم فلهذا أتصور أن ما دام هناك يعني ضيق أفق وما دام هناك يعني شخص مستبد الرأي مثل خامني على الحكم في إيران فلا ترى الصحافة الإيرانية الحرية والتعددية والعدالة حتى العدالة في تقسيم الصحف بين المركز والهامش يعني ففي الواقع يعني خامني يعني أثبت وأكد خلال السنوات يعني العقود الثلاثة للاثنين من حكمه على إيران ومن قيادته لإيران هو عدو لدود للصحافة الحرة والمستقلة في إيران نعم أنت وصفته بالعدو اللدود للصحافة والحرية الإعلام في إيران وكذلك الحال بمناسبة أو أيضا مراسلون بلا حدود وصفوه كذلك أبقى معنا أستاذ يوسف نتابع معكم مشاهدين الكرام أبرز انتهاكات النظام الإيراني ضد الصحفيين نتابع ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ونستكمل نقاش قضية اعتقالات الصحفيين في إيران ومعنا من لندن للساد يوسف عزيزي الخبير في الشؤون الإيرانية أهلا بك المجدد للساد يوسف وحب ذا لو تطلعنا والمشاهدين على كيف يستطيع الصحفي أو الإعلامي أو المدوم في إيران أن يتغلب على الخطوط الحمراء التي يرسمها النظام دون أن يتعرض للعقوبة هل هناك إمكانية لذلك؟ صعبة جدا صعبة جدا خاصة أن الصحفيين الإيرانيين يعانون يعني الرقابة الصارمة والاتصالات من قبل رجال الأمن يوميا أنا لما كنت في طهران قبل كم سنة يعني كان هذا كنا نشهده يوميا من قبل أما وزارة الاستخبارات وأما من قبل ما يسمى بمحكمة الثورة فهم في الواقع يعني يستغلون كل مناسبة لكن لكن أيضا يجازفون يجازفون وهذه المجازفات كما شهدنا لصديقنا الأخ عيسى سحرخيز والآخرين الذين تم اعتقالهم مؤخرا يعني هم يعني يتم الغبض عليهم ويعتقلوهم ويعذبوهم يعني لدينا مثلا مناظر يعني في الواقع سيئة يعني تسيء بإيران وبسمعة إيران وهي مثلا نغل الصحفية وناشطة حقوق الإنسان السيدة نرجس محمدي إلى المستشفى وهي مكبلة بالسلاسل يعني هذه المرأة الصحفية الناشطة حقوق الإنسان يعني هكذا يعملون بها وقد شهدت إيران يعني لهذه الأسباب هذه الغامع والتعذيب والاعتقالات وهذه يعني فترات من الهجرة للصحفيين في عام 1980 وفي عام 2009 لما هاجر العديد يعني في 2009 العديد من الصحفيين الإصلاحيين إلى الخارج وهم يعني أدمغة في الواقع هذا كان السؤال التالي الحقيقي السيد يوسف علاقة القمع والاضطهاد بهجرة الأدمغة في إيران خاصة في مجال الإعلام والصحافة والتدوين كما ذكرت يعني هناك فترتين فترة 1980 بعد ذاك الغمع اللي غامت به السلطة الإيرانية أنا ذاك ما كان تميز بين الإصلاحي والمتشدد كلهم كانوا سوية ضد الليبراليين وضد اليساريين وكانت الهجرة معظمها من الليبراليين واليساريين إلى الخارج لكن بعد أن انشق الصفوف على مستوى السلطة والشعب بين الإصلاحيين والمتشددين يعني بعد زمن خاتمي فنشهد شهدنا هجرة واسعة للصحفيين في 2009 وما بعدها حتى في ولا يزال يعني الهجرة مستمرة الآن أحسن أدمغة صحفية هي في الخارج إما في أوروبا أما في أمريكا وحتى في تركيا البعض منها فلهذا يعني الاستبداد الحاكم الديني الحاكم على إيران يعني حرم الناس من هذه العناصر الناشطة في مجال الصحافة وهنا يعني أصبحت تعمل مع إما بي بي سي فارسي إما صوت أمريكا الفارسي إما يعني وسائل إعلام تابعة للدول الغربية ففقدت إيران في الواقع الكثير من خبرائها ويعني أدمغتها في مجال الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة ومستمرة يعني العملية مستمرة حتى في عهد روحاني لأنه في عهد روحاني في الواقع يعني شهدنا اعتغال أكثر من مئة شخص بين صحفي وبين مدون وبين يعني إعلامي ولم تتغير كثيرا يعني الأمور لأنه روحاني لا يستطيع أن يواجه السلطة الغضائية والشرطة التي تحتغل حتى هو ليس لديه السلطة على وزارة استخباراته وزارة الاستخبارات التي هي تابعة للمجلس الوزراء وتابعة للرئيس جمهورية لم تدعن لروحاني وقبل أيام سمعنا من أحد الصحفيين نعم وكذلك شهدنا مؤخرا كما تعلم أيضا استقالت أو هروب أحد الإعلاميات الإيرانيات بسبب الضغوطات التي مورست عليها في قناة التلفزيونية تابعة لإيران أريد أن أسألك وأستثمر الوقت معك سيد يوسف عن موقف الهيئات الحقوقية خاصة المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين في العالم ما هو موقفهم بشكل عام تجاه ما يحدث للصحفيين ولزملائهم في الداخل الإيراني بالداخل بالضبط لا يوجد أي مؤسسة حقوق إنسان تدافع منهم أو هذه حتى نقابة الصحفيين الإيرانيين تم حلها في عهد أحمد نجاد لما كنا أسسناها في أوائل عهد خاتمي حلها وحتى الآن روحاني أيضا رغم مطالبة الصحفيين الإصلاحيين والمستقلين منه بعادة نشاطها نقابة الصحفيين الإيرانيين أنجومن السلفية روزنام النقاران إيران لم يتم عادة نشاطها ولم يعمل أي شيء روحاني في هذا المجال ومعظمهم الآن في الخارج من غياد المنظمة أما في الخارج نعم هناك متابعة من قبل منظمات المدافعة لحرية التعبير والصحافة مثل مراسلون بلا حدود التي فيها صديقنا الأخ معيني رضام معيني وهو إيراني ويرأس غسم إيران وأفغانستان في المنظمة وهي تتابع في الواقع بشكل منظم أوضاع انتهاك حقوق الصحفيين في إيران وأيضا منظمة العفو الدولي ومنظمة هيومن راس واتش لها متابعات وفريدم هاوس وما شابه ذلك وأنت تعرف يعني الإيرانيين وصحفي الإيرانيين هم نشطون في الغرب في أمريكا في أوروبا ويتابعون القمع الذي يتعرض له زملائهم في الداخل الإيراني وكيف ترى مستقبل حريات الإعلام والصحافة في إيران يعني في المستقبل سواء القريب أو على المستوى البعيد في ظل النظام القائم يعني الحريات الصحافية في إيران تابعة لنظام الحريات بأكمله بشكل عام يعني إذا لم تكن هناك حرية للحزاب السياسية مثل ما كانت في أوالي الثورة وإذا لم تكن حرية حريات اجتماعية وسياسية التي يعني حرم هذا النظام الناس منها أسه في زمن الشاهر لم تكن هناك حريات سياسية لكن حريات اجتماعية كانت المرأة يعني أين تريد تذهب أين تحق تلبس يعني والرجل وهكذا لكن الآن هذه الحريات أيضا حرموا الإيرانيين منها هؤلاء الذين يحكمون باسم الدين والدين بريء منهم فبرأيي موضوع يعني حرية الصحافة تابع لكل موضوع الحريات في إيران فإذا لم يتزعزع النظام الديني المستبد في إيران ويعني إذا المنظمات المدنية والمؤسسات المدنية لم تتتقدم إلى الأمام فهذا النظام يعني سيستمر بهذا الأمام لكن النظام الآن يواجه يعني مشكلة وهي مسألة الاتفاق النووي وتبعات الاتفاق النووي ويخاف منها ويصفها بالتغلغ الغربي وما شابه ذلك فهذه هي نقطة ضحف النظام ومكمن ضحف النظام التي ممكن للصحفي الإيرانيين أن يستغلوها في الأشهر والأعوام المقبلة إذا ما تحدثنا أستاذ يوسف عن حرية استخدام وسائل التواصل ووسيل الإعلام المختلفة حق المواطن البسيط في ذلك نجد أن خامني ضريف وكذلك روحاني يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرهم التي محروم منها كامل الشعب الإيراني فكيف ينظر الشعب لهذه الازدواجية حلال على القيادة وحرام على الشعب هذه الازدواجية كما وصفتها والناس الإيرانيين كثير يعملون نكت حول هذه المسائل في الفضاء المجازي وعلى الإنترنت وينقدون هؤلاء الغادة المتلونون والمرائين في الواقع لكن بتطور التكنولوجيا الرقمية ووسائل الإعلام وما شابه ذلك أصبحت هذه الرقابة الموجودة لم تفعل فعلها معما هناك الحرس الثوري له جيش سايبري جيش في الفضاء المجازي يعمل بمراغبة كل من يكتب أو ينقد القيادة والمثال البارز هو ستار بهشتي ستار بهشتي هو عامل مدون هذا الإنسان العامل البسيط المدون لما نقد القيادة الإيرانية ولم يفعل شيئا إلا النقد في مدونته تم اعتقاله وتم اختياله تحت التعذيب فهذا أمر معروف في إيران فلهذا أنا أصور أن بتطور التكنولوجيا يصعب على القادة الإيرانيين أن يسيطروا على كل المعلومات التي تجي وتدخل إلى إيران أنت تصور أن إيران متعدد القوميات الأتراك يعني يشاهدون الإعلام التركي والتلفزيون التركية وجمهورية أذربيجان سيد يوسف اسمحني أن أعتذر لك سيد يوسف عزيزي بن يطرف بسبب ضيق الوقت